السلام عليكم أخواني إخواتي شيخ باركم عساكم خير لو كنت طالع السوق واشتريت بعض الأغراض ولما جيت تدفع اكتشفت أن أبوكك ناصينا في البيت طبعاً ما في أي مشكلة في هذا الحالة في معظم دول العالم راح تقدر تستخدم هاتفك الآيفون في الدفع لأنك بكل بساطة تقدر تحط بطاقتك البنكية في الهاتف وتدفع من وين ما كنت في العالم كأنه بطاقة بنكية وحتى لو نسيت الآيفون ساعة أبل راح تقدر تدفع بها بكل سهولة توقع شفتوا هذه الخاصية في بعض الدول لكن للأسف في عماننا الحبيبة ما مدعومة هذه الميزة الجميلة اللي راح بكل بساطة تسهل حياتنا وطبعاً مع انتشار خدمة أبل باي جوجل باي وأندرويد باي راح يقل استخدام الأموال الورقية وهذا راح يقلل من انتشار الأمراض بالشكل الكبير وخاصة نحن في ظل الجائحة فخدمات الدفع الذكية مثل هذه مفيدة من عدة زوايا وحتى مع مرور العديد من السنوات بعدنا نحن هنا في عماننا الحبيبة ما تدعم هذه الخدمة أو الميزة اللي موجودة في أجهزة أبل ونفس الشي لو كان عندك هاتف أندرويد وصارت لك نفس المشكلة في عندنا أندرويد باي جوجل باي بس للأسف أيضاً لم يتم دعم هذه التقنيات الجميلة حتى بعد مرور العديد من السنوات لو كنت شخص رياضي وعندك ساعة هواوي ولا ساعة أبل اللي تدعم الشريحة الإلكترونية تريد تطلع من البيت تركض وتسوي رياضة وما تريد تشيل تلفونك بس في نفس الوقت تريد الإتصال بالإنترنت وتريد تستلم إتصالات أحياناً تكون ضرورية في معظم دول العالم راح تقدر تسوي هذا الشيء لأن هذه الساعات فيها خاصية الشريحة الإلكترونية الذكية بس للأسف أيضاً غير مدعومة في السلطنة حتى بعد مرور العديد من السنوات والعالم مستمتعة بهذه التكنولوجيا الجميلة الساعات الذكية في العديد من الدول تقوم بالإتصال فيها إنترنت وتستغني عن الهاتف وهذا الشيء أيضاً مفيد شخصياً لأنك ما راح تحتاج تستخدم هاتفك في معظم الوقت كل الأشياء تكون على الساعة وراح يقلل استخدامك للهاتف لأن معظم الوقت لما تفتح هاتفك تتصفح الأشياء الأخرى اللي ما لها داعي فباستخدام الساعة والإتصال يكون فيها والإنترنت يكون فيها بدون الحاجة لهاتف راح يقلل من استخدامك للهاتف ويخليك شخص عملي وتصدقوا لو كنت لابس ساعة أبل ولو لا سمح الله صار شيء أغموا علي اتطهعت راح الساعة تنبه المستشفى تقولهم أن هذا الشخص سقط ولم يقم يعني صار له شيء ما تحرك فعلى طول تحركوا يدزوا لي إسعاف سووا شيء للأسف هذا الخصية أيضاً غير مدعومة عندنا أدري هذه على الأقل شوي معقدة لكن الميستين اللي من شوي ذكرتها سهلة العالم كله يستخدمها ليش نحن ما نكون دائماً الأول في تطبيق هذه التكنولوجيا اللي تنقذ الحيوات في كثير من الأشخاص فيه في كثير من القصص أشخاص عادية لابسين هذه الساعات الذكية وفجأة الحسابات تبع نبضات القلب أو أكسجين الدم تعطي قراءات تخوف فعلى طول راح ترسل المعلومات للدكتور الخاص فيك بعدها راح يتحرك أول بأول ويتصل فيك وحياناً هذا راح ينقذ حياتك هناك كثير من القصص اللي تبين قوة الساعات الذكية لما نربطها بالمستشفيات لما ترسل التقارير اللي تصير لكل يوم للمريض بدون الحاجة للزيارة ولما يصير شيء خطير أو يوصل تنبيه للدكتور راح يقوم بالعلاج العاجل أو بالتشخيصات اللي معظم الوقت تنقذ حياتنا ومع تقدم الأنظمة والحماية أبل أعلنت أنها قريباً راح تقدر تحط جوازك الإلكتروني في محفظة أبل فكل اللي راح تحتاجها في حياتك هو هاتفك تدفع منه جوازك فيه البطاقة الصحية فيه ومعظم الأشياء اللي راح تحتاجها وأيضاً وصولها راح يكون عن طريق الساعة الذكية بكذا راح تكون إنسان عملي وما راح تحتاج أنك تشلبوق أو شنطة مليئة بالملفات والمسندات لأنك خايف تنسى الشيء أنا أذكر كل هذه المميزات اللي ما موجودة عندنا في عمان لأني أشعر بالغيرة بالغيرة على بلدي اللي فيه كل الإمكانيات بس ما أدري ليش ما مطبقين هذه التكنولوجيا اللي راح تسهل حياتنا وحياناً حتى تنقذها فهذا الحلقة البسيطة كانت عبارة عن تعريف لهذه المميزات الجميلة وأيضاً تذكير للجهات المعنية في البت والتسريع في تطبيقها في عماننا الحبيبة لأننا انتظرنا كثير ولأننا نستاهل شكراً لكم على المتابعة وأشوفكم في الحلقة القادمة الأسبوع القادم اشتركوا في القناة